بسم الله الرحمن الرحيم مساوكم سعيد مرحبا سعيد جدا بالتواصل معكم مجددا عشية مليونية الكرامة المقررة غدا الخميس الفاتح مرس مليونية الكرامة مليونية العزة مليونية الشرف مليونية استعادة الجزائر من طرف أبناء شعبها مهم سموها كما شئتم أردت مشاركتكم مشاعر الاعتزاز وكذلك الافتخار بجزائريتنا وبشعبنا صاحب الفخامة الوحيدة الذي يمكن أن نطلق عليه هذه التسمية صاحب الفخامة وليس لأي واحد سواه هذا الشعب الذي قرر أن تكون جزائر ما بعد 22 فبراير مختلفة تماما عن جزائر ما قبل 22 فبراير التي كان يسودها البؤس يسودها الفساد يسودها الظلم تسودها الحقرة بالمعنى العامي والتخلف والتراجع خاصة على صعيد الدولة عندما صرنا أضحكة بين الأمم شعب الجزائر هو يقرر مرة أخرى الخروج يوم غادر من الفاتح مارس ليجعل من هذا اليوم يوما من أيام الجزائر العظيمة نعم مثل ما كان الحال بالنسبة 22 فبراير الماضي ومثل ما كان الحال لأحداث ديسمبر 1960 عندما خرج شعب الجزائري يقول للمستعمر الجزائر الجزائري خليوني نبدأ بما أثير خاصة خلال اليومين الماضيين من طرف أعضاء من الجماعة يتكلمون عن الحق الدستوري للرئيس في الترشح وهذا الذي لا أحد يرفضه لأي شخص مهما كان إذا كانت تتوفر فيه الشروط ولكن نريد أن نسألها أين هي حقوق الجزائريين في الشفافية حقوقهم في انتخابات شفافة تحافظ على أصوات الجزائريين عبر التاريخ أين هي حقوق الجزائريين في الكرامة أين هي حقوق الجزائريين في العزة حقوقهم في التمدرس حقوقهم في الصحة حقوقهم في العيش الكريم أين هي حقوق الطفل حقوق الشاب حقوق المرأة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حقوق الموظف حقوق العامل حقوق المريض حقوق الأستاذ حقوق الفلاح وحقوق كل الجزائرين عندما تدفعون عن حق بوتفليقة في الترشح وهذا من حقكم أيضا ولا نبخصكم هذا الحق نسألكم أين هو بوتفليقة؟ أين هو حتى نفيه حقه ويفينا حقنا؟ في مخاطبتنا بالدرجة الأولى والطبطب علينا مدام هو رئيسنا بالله عليكم هل سمعتم شعبا يبحث عن رئيسه؟ في وقت الذي نعرفه أن المسؤول هو الذي يبحث عن رئيته ويبحث عن شعبه الجميل في هذا الذي يحدث أنه بعد سنوات من الاحتقار لذكائنا جاء بعد سنوات أيضا من الإحباط الذي انعكس على صورة الجزائر في الداخل والخارج انعكس على صورة الجزائريين كذلك في الداخل والخارج لدرجة صار البعض مننا يخجل من انتماء لهذا البلد بسبب رداءة مسؤولين الجميل أيضا أن هذا الذي حدث جاء بطريقة فطرية أولا طبيعة الجزائر أنه لا يحب الاحتقار ولا يحب الظلم ولا يحب الفساد جاء بطريقة فطرية وسلمية وحضارية وعفوية ويسير بقدرة تقادر تذكرت مقولة دعوها فهي مأمور الجميل أن لنا كذلك لم نرد على الاستفزازات المتكررة لأفراد الجماعة خاصة المتزايدة طيلة الأسبوع الماضي وهو الشعب يقرر الخروج مجددا غدا في الفاتح مارس بعد انضمام التلاميذ وانضمام الطلبة وانضمام الأطباء وانضمام الصحفيين وانضمام كل فئة المجتمع نساء ورجالا لهذه الهب الجميل أن الشعب الجزائري هو في الطريق نحو إسقاط الهردة الخامسة نحو إسقاط العهدة الخامسة أولا وبعدها أكيد سنتكاتف لكي نسقط كل مخططاتهم سنفعل هذا ليس من أجل لقمة عيشي سنفعل هذا ليس انتقاما من أحد لأن الذي يريد أن يبني لا ينتقم ولا يحقد ولا يكره نريد أن نفعل هذا من أجل استعادة كرامتنا وكبريائنا هذه الكرامة وهذا الكبرياء الذي اختسل في شخص رجل واحد صار خطرا اليوم على هذه الأمة الجميل في كل هذا الذي يحدث أن الشعب الجزائري خرج لإنقاذ الجزائر وليس للانتقام من الجماعة أو لتهديم الجزائر حراكنا هو جزائري خالص حراكنا هو شعبي ليس ربيعا ولا خريفا ولا فصل من الفصول ولا يمكن تشبيهه بأي حراك سبق أو أي حراك سيحدث في المستقبل بل سيكون قدوة ومثالا ستقديد به الكثير من الشعوب المقهور هو حراك ببساطة نظيف ونقي نقاوة قلوبي ونظافة قلوب شعب الجزائري معركتنا إخواني الأكارم بدأت معركتنا لم تنتهي لم تنتهي الجمعة الماضية ولن تتوقف غدا رغم إدراكنا بأن الجماعة لم تستسلم بسهولة أبدا لن يستسلموا لأن بالنسبة إليهم القضية هي قضية حياة أو موت سيحاولون اختراق صفوف الشعب الجزائري سيحاولون اختراق مسيرة الغد لإثارة الفوضى ثم بعدها إعلان حالة الطوارئ بدعوة عدم موجود الأمن ثم بعدها تأجيل الانتخابات ثم بعدها التمديد لفترة حكم بوتفليقة حتى يتسنى لهم إعادة ترتيب أمورهم وعندها أكيد سيخريروننا بين الفوضى وبين بوتفليقة ويجب أن يعلموا بأننا اخترنا وانتهى الأمر نحن اخترنا الجزائر وشعبها على بوتفليقة وعلى الجماعة شعب الجزائري لم يدعو إلى إسقاط النظام لو لاحظتم بل دعا إلى بناء دولته لأنه في تقديره ليس هناك نظام حتى نسقطه بل هناك عصابة هناك جماعة وهناك مشروع للاستمرار في استدمار هذا الوطن شعب الجزائري لم ولن يفرط في هذا المكسب الكبير الذي حققه بعد تضحيات جسام لذلك فعل الرئيس أن يستجيب للإرادة الشعبية يستجيب للإرادة الشعبية بالعدول عن الترشح نحن لم نطلب أو بلحرى شعبنا لم يطلب سوى هذا و بعدها سيكون هناك كلام آخر وسنصغى إلى الشعب الذي سيقرر مسيره والكيفية التي مسير الشعب طبعا والكيفية التي سيخرج بها الشعب والجزائر من هذه المحنة عجلة التاريخ يا إخواني ستستمر في الدوران سينتصر الشعب سلميا وسينتصر حضريا لأن كراءتنا للتاريخ تؤكد بأنه ليس هناك شعبا أراد الحياة وأراد الكرامة وأراد الشرف خسر بإذن الله ومن يشكك أو يتخوف من الخسائر البشرية والمدية لقدر الله يجب أن يعلم بأن هذا الحراك هو مأمور ومحصن بإذن الله مأمور ومحصن بفضل أبنائه وبناته وبفضل شعبه في كل أنحاء الوطن وفي كل أنحاء هذه الدنيا يجب أن يعلم بأن الجزائر لن تخسر أكثر من ما خسرته في عهد بودفليق يجب أن يعلم هؤلاء بأن الجزائر لن تخسر أكثر مما ستخسره لو استمر بودفليق والجماعة في عهدت خامسة لأن فيها أكيد سيزداد الفساد وسيزداد الطغيان وسيزداد الظلم وسيزداد تغول هؤلاء نحن لا نخاف على هذه الهبة الوطنية نحن لا نخاف من هذا الشعب ولا نخاف على هذا الشعب ولا نخاف حتى من تهور الجماعة لأن استفزازاتها صارت وقودا بالنسبة إلينا ستؤدي من دون شك بنا إلى الرفع من مستوى مطالبنا وعندها أكيد لن يجدوا من يحاورهم ولن يجدوا من يستمع إليه تحية الجزائر وشعبها الراقي المتحذر الجزائر أولا الجزائر ثانيا الجزائر أبدا والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار الذين أكيد أنهم في قبورهم يفتخرون بهذا الذي يحدث في جزائر اليوم سلام عليكم